وكأنه يتفنن في ابتكار ألوان جديدة من التعذيب فمن لم يقتل بالقصف ذاق مرارة الموت البطيء بالتجويع والتهريب سلاح مقيت يستخدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد عدد من أسراه لسيما الأطباء منهم فقد أعلنت هيئة شؤون الأسرا والمحررين ونادي الأسير استشهاد اثنين من معتقل غزة أحدهما هو رئيس قسم العظام في مجمع شفاء الطبي الدكتور عدنان عطي البرش ذو الخمسين عاما الذي استشهد في معتقل عوفر قبل نحو إسبوعين لكن لا يزال جثمانه محتجزا إلى الآن رغم أنه كان قد تعرض للإصابة خلال وجوده في المستشفى الإندونسي قبل نحو خمسة أشهر أما الآخر هو إسماعيل عبد الباري خضر ابن الثالثة والثلاثين فقط حيث تشهد بعد اعتقاله جراء عمليات التعذيب الممنهجة في سجون جيش الاحتلال في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القصري بحقهم ولا شك أن ما يقوم به الجيش الإسرائيلي إنما هو عملية اختيال متعمدة تأتي في إطار الاستهداف الممنهج للإطباء في غزة والمنظومة الصحية ويتجلى ذلك في العدوان الذي شنه الاحتلال على مستشفى الشفاء بشكل خاص واستهداف طاقمه الطبية وما تلى ذلك من تدمير كلي للمستشفى وتحويله إلى مقبرة شهدت استشهاد واعتقال المئات فيه ولكن الاحتلال الغاشم فاته أنه لن ينتقم من مستضعفيه إلا إحدى الحصنيين ترجمة نانسي قنقر